في لقاء مقتضب عقب تأجيله ليوم واحد ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالب خلال استقباله في البيت الأبيض خططا تهدف لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بعدما أشار إلى اعتماد الدبلوماسية في مقدمة جميع الخيارات سنناقش التهديد من إيران والتزامنا بضمان عدم تطوير إيران مطلقا لسلاح نووي لكننا نضع الدبلوماسية أولا ونرى إلى أين سيأخذنا ذلك ولكن إذا فشلت الدبلوماسية فنحن مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى سندعم تطوير علاقة إسرائيل الأعمق أيضا مع جيرانها العرب والمسلمين وعالميا هذا اتجاه أعتقد أنه يجب تشجيعه وليس تثبيطه رئيس الوزراء الإسرائيلي شدد على ضرورة وقف أجهزة الطرد المركزي الإيراني مشيرا إلى ما وصفها بالخطة الشاملة لوقف التهديدات الإيرانية لقد طورنا استراتيجية شاملة سنتحدث عنها بهدفين الهدف الأول هو إيقاف إيران عن عدوانها الإقليمي والبدء في دحرها مرة أخرى والثاني هو إبعد إيران بشكل دائم عن القدرة على امتلاك سلاح نووي وفي وقت أشار فيه الرئيس الأمريكي إلى مناقشة ملفات أخرى على مستوى من الأهمية من بينها ملف السلام مع الفلسطينيين تظهر العشرات من النشطاء في محيط البيت الأبيض تنديدا بزيارة بينت والدعم الأمريكي لإسرائيل في ظل اعتداءات مستمرة ومتكررة تطال الشعب الفلسطيني نحن نرفض زيارة رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينت ونرفض عملية السلام بشكلها المشوه نحن لا نطلب سلام نحن نطلب عدالة ليس هناك سلام على أرض محتلة ليس هناك سلام على شعب محتل نطلب من الرئيس بايدن أن يفرض عقوبات على دولة الاحتلال ويوقف التهجير القصري للفلسطينيين في الشيخ جراح وفي سلوان وأن يرفع الحصار عن خزة نفتالي بناء خرج بوعود خيارات أخرى لم يفصح بايدن عما هيتها للتعامل مع إيران إن لم تفلح الدبلوماسية ووعد مكرر بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي من أمام البيت الأبيض عمر محمد قناة الغد واشنطن